اشتركوا في القناة تحقيق بيئة تنفسية عادلة ومفتوحة تساعد على تحقيق تلك الرؤية جاء ذلك خلال ترأس سموها الاجتماع الثاني للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بحضور سعادة السيد ايمن المؤيد وزيري شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة وبينا سمو الشيخ فيصل بن راشد على ان مبدأ الشفافية ومتابعة المشاريع من جهة وتسليط الضوء على المنجزين والمقصرين سيكون النهج المعتمد لتطوير البنية الاساسية للرياضة البحرينية وقد اكد سمو رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة خلال الاجتماع اكد على اهمية متابعة المشاريع التابعة للجنة وتنفيذ المتابعة وانشاء صندوق رياضي طموح ودفع ملف المستحقات وبرنامج فرصة واوصى سمو رئيس اللجنة بسرعة انجاز المهام والبرامج المطلوبة لرفعها الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة من جنبه اشهد سعادة السيد ايمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بحرص سمو الشيخ فيصل بن راشد وعنايته بكافة تفاصيل المشروعات التي ينفذها القطاعين الشبابي والرياضي ومتابعة لتلك المشاريع بل معتبرا ذلك دفعة معنوية اخرى تجبر جميع العاملين بالقطاعين على العمل الجاد المتواصل لتحقيق الاهداف السامية التي وضعت نصب عيونهم التي تهدف لتعزيز مكانة البحرين على جميع الاسعدة